مرحبا سيدنا إذا إخوان أزول في لون أزول أزول في لون تنسيون من زوكين نميت أعلام الحمد لله مالك الحمش تجام لا بصغرون صحبا و الحمد لله ، سفسي Lego سمعت طبيبا الأمر بالنسبة للطبقوني معادة لتحليله نعتمد على مجموعة من المقاربة هناك المقاربة السنكرونية هناك المقاربة الدياكرونية والعودة الى المعاجم المختصة بالنسبة المصطلح تارودانت ورد في قاموس بن تونرت ارودان يعني ان التحليل الذي يعتمد على ان تارودانت تروية وتنواسيف مجرد اجتهاد ينزع الى الاسطورة اكثر من العلم وهذا هو الخطأ فاشتاحوا حتى ايمازيغ الحركة الامازيغية تحوف واحد الخطأ اللي تحوفه القوميين العرب انهم ينزعون في تفسير مجموعة من المصطلحات من الاعلام الجغرافية والبشرية الى الاسطورة لانه المقاربة اللولة التي يجب ان نعتمدها هي المقاربة العلمية المقاربة العلمية تقتضي اننا نشوفه بعدها يكما كان شيء ابدالت لانه اللغة ليست قارة كيان ان اصوات تبدل كيان اصوات تتطور و كيان شيء على مستوى الطبونيم و كيان شيء اصوات اللي تبدلت او الا الاسوات كلها اصلية سوف نعطي مثال مثلا في الاقانيم الجنوبية جنوب قلميم في ان كانت الصنهاجية اذا ما عرفتش الانتقالات الصوتية و الابدالات الصوتية ما غيرش تقدر تفسر لتوبونيم مثلا في السنهاجية الصوت ديال الضاد دائما كان لقوه في بلاستوطة مثلا اغضي اغتي افضوض افطوط الى ما عرفتش هاد المواطع مثلا عندك الشين الشين كان لقوها كان لقوه في الصوت ديال السين في بلاستها الى اخيره يعني اول اجراء يجب على الدارس ان يقوم به هو دراسة المصطلح بعدها على المستوى على البنية الصوتية ولكنها لا شيء ثانيا المستوى سننقلب عليه في المصدر الاصلي مثلا المثال هنا مثلا هنا اقلم المازيكزا اقلم المازيكزا فرنساء تمثل اقلم المازيكزا يقول ان اضافي في عربي اغرب الصوتية هي بحيرة عزيزة يعني فين كنو فين ولين كنف أجل ممازكزا ولي نفلو لك عزيزا وليت بحيرة عزيزا يعني الإنسان يجب أن يكون حذرا من اللي كانت تتعامله مع المصطلح أما القضية ذي الأمر وكوش مراكوش تروى الدانت أنا في وجهة نظري المتواضعة من أجل التحليل علمي رصين بعيد على الأسطورة وقريبين على العلم يجب أن نسلكم جموعة من الطرق العلمية المملوئة بالمحادير وبالأشواك دي الأسطورة ودي الخرافة ودي النزوع كين واحد سيد حاليا كيدير واحد الإجتهاد شوية علمي زوين هو عبد الله الحلوي عبد الله الحلوي في الشق دي النقائش ودي النقوش الصخرية وكين الدكتور عبد الخالق قول لا في المصادر التاريخية بحال مثلا إذا مشينا المصادر التاريخية غير نقلب على مراكوش بماذا كانت تسمى وحاليا ضبرها الأمور غاد يمزيان بداوتيبانو في المتاحف الأوروبية الوثائق القديمة اللقاء اللقاء الأتاريخ أشويتني قولنا أنه مهما اجتهدنا بعيدا عن العلم فإننا لن نستطيع فك شفرة اسم العالم سواء كان عالما جغرافيا أو عالما بشريا إلا ما كانوا لدينا الأدوات دي التحليل ما غاديش نقدروه غادي غير نبقى وغير كان لعبوه في ذاك الشي دي الأمور نواكوش بلاد والله مراكيش كل واحد كينطلق من الإيديولوجيا ديالو كينحلل ولكن ما هو الأصواب الأقرب إلى السواب هو استدعاء الأساليب العلمية الحديثة جدا ونقلبه في المعاجم ونقلبه في هذا وكين المعجم ربما كين معجم بنتونرت حاليا هو اللي ترجع لي الإخوان بزاف لأنه ربما أقدم لحد الساعة أقدم مصدر معجمي عند الأمازيخ وكينما قلت وكينما قلت قبل ما أردت من الأول أنا محطة بزاف وكنت قمت بتتعليف على القضية التوبونيمية في المغرب بالنسبة للسمية الأمازيغية في الغالب بوحدة نسبة كبيرة تكون عندهم علاقة بالجغرافية الجغرافية التوبوغرافية للمنطقة هذا ما لديه في آخر الليف وكنت تنسوا وفش قلنا هذا الصديق من ناظر قلت لي كدير هذه المنطقة لأنا الغالب تتسمى المنطقة بهذا الشيء الذي ذكر بها لدرجة أنه حتى هناك واحد من المنطقة في الجنوب الشرقي يقولون لي الريش الريش ليس ليس لي الريش أصلا الريش في التمازيغ وهذا الحجر بشكل لحرش وفعلا لن تقلبت على الجغرافية المنطقة المنطقة تشرح فيها الكثير من الأحجر وكينما يعرف أن الريش يزيد لها الألف واللم وكينما يقولون بالنسبة للإسم العالم الجغرافي عادة ينطلق من الشكل التضاريسي أو من واحد الغطاء نباتي غالب أو واحد من الحجارة غالبة فهذه تقريبا هم الأولى الترحة مثلا إلى الريش مثلا إذا وأيت عادة تكون المجموعة البشرية هي التي أسقطت الإسمتها على هذا ولكن هذه القضية هذه المجموعة البشرية فعند إيمازيغين قليلة بزاف بالنظر إلى هذه التسمية التي لديها مع علاقة بالجغرافية لأن قليل فتاة تسمى مثلا في منطقة بسمية القبيلة التي أسكنتها ولكن في الغالب في الغالب تكون السمية مع علاقة بالجغرافية والطبوغرافية ترجمة نانسي قنقر